الحمد لله وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فهو عليه الصلاة والسلام نبي الساعة يقول بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني فصلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يفارق عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ويقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ولازلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله الذي ألف هذه العقيدة في بيان عقيدة سلف هذه الأمة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وبيّن في هذه العقيدة أن الدين كامل وأن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بكمال الدين وتمام النعمة فقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول عليه الصلاة والسلام حينما خطب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع فقال أوسيكم فقال أوسيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ففيهما الكفاية والهداية وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة بناها على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة وأقوال سلف الأمة وقال لخصومه أم هلتكم ثلاث سنوات فمن استطاع أن يأتي بشيء يخالف هذه العقيدة فليأتي به وإلى اليوم وهذه العقيدة ولله الحمد شرحها العلماء وقرأها طلبة العلم وهي من خير ما ألفه هذا الإمام الذي فتح الله عليه وجعله حجة على العباد نقرأ ما قاله شيخ الإسلام في ختام هذه الرسالة المباركة ونبين هذه الكلمات المباركة التي ختم بها شيخ الإسلام هذه العقيدة الواسطية التي هي على منهج أهل السنة والجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه غفر الله لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجتماع وضدها الفرقى وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسماً لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الإختلاف وانتشر في الأمة ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً نعم هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بياني أن أهل السنة يأخذون بكلام الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته كما في صحيح مسلم إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الحق الذي أمرنا باتباعه والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق والمعاملات فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهدي الكامل ليس بقاصر لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق وفي أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة فكل مسألة تجد في الأمة وتحدث فلها حلها ولها حكمها في كتاب الله عز وجل وفي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهديه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وهو خير الهدي على الإطلاق فهو أهدى من أي شريعة سبقته لأنه صلى الله عليه وسلم شريعته هي أكمل الشرائع ودينه هو ختام الأديان وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وبناء على ذلك فإننا لا يجوز لنا أن نعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من الناس سواء كان شيخا أو إماما أو صحابيا لا نخالف به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أئمة الإسلام إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط ويقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة مما امتازوا به أنهم بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة والله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا والنبي صلى الله عليه وسلم دائما في خطبه يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من الناس ففضل كلام الله عز وجل على كلام غيره كفضل الله عز وجل على خلقه فإذا جاءتنا أخبار عن الأمم التي مضت وصار القرآن يكذبها فإننا نكذبها لأن ما قاله الله عز وجل هو الصدق وهو الحق فبعض الناس مثلا يرى أن إدريس عليه السلام هو قبل بعثة نوح وهذا ليس بصحيح فإنه قد اشتهر عند بعض المؤرخين أو كثير منهم أن إدريس عليه السلام بعثته ورسالته قبل رسالة نوح عليه السلام والقرآن يكذب ذلك لأن الله عز وجل يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والله عز وجل يقول أيضا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي وإدريس من النبيين كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والله عز وجل يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إلى آخر الآية ونحن نعلم أنه ليس قبل نوح عليه السلام نبي إلا آدم آدم أبو البشر هو أول نبي وهو أول نبي من البشرية عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكلمه كما كلم موسى وكلم محمد عليهم الصلاة والسلام فأهل السنة يقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه هي سنته والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ويقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بعض الناس يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يخالف أمره ويخالف هديه فيقيم مثلا أعياد الموالد مثلا أو يعمل أعمالا ليست من السنة فهذا من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخير كل الخير والحق كل الحق هو في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ولذلك سموا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على الأخذ بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أهل الكتاب والسنة وهم أهل السنة والجماعة والناس بحسب تمسكهم بالسنة يكونون مقتربين إلى أهل السنة والجماعة أما إذا ابتعدوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة وسموا بالجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأهل السنة مجتمعون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سموا أهل السنة والجماعة وأوصول الأحكام التي تنبني عليها الأدلة الشرعية وأحكام الدين هي ثلاثة التي هي متفق عليها بين علماء الإسلام أولها الكتاب القرآن الكريم وثانيها السنة المطهرة وثالثها الإجماع هذه الأصول الثلاثة هي التي اتفق عليها علماء الإسلام هناك أصول اختلفوا فيها كالقياس وكالاستصحاب وكقول الصحابي هذه اختلف فيها العلماء لكن التي اتفقوا عليها العلماء ولم يخالفوا فيها هي الكتاب والسنة والإجماع والإجماع لا يكون إلا على نص من الكتاب والسنة ولذلك الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يقول من ادعى الإجماع بعد عصر الصحابة فهو كاذب لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتمعين في المدينة وكان يمكن معرفة أقوالهم لكن لما اتسعت الفتوحات وتفرق العلماء في البلدان فإنه لا يعرف بعضهم قول بعض فالذي في الأندلس في المغرب لا يعرف قول عالم من علماء الإسلام في المشرك ولذلك نفى العلماء الإجماع بعد عصر السلف قالوا من ادعى الإجماع بعد عصر السلف فهو كاذب أما كون الكتاب والسنة هما الأصلان التي يرجع إليهما فأدلتها كثيرة الله عز وجل يقول كما في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شرًا تنهى عنه فالله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يعني إذا حصل خلاف أو تنازع في أي مسألة من المسائل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله عز وجل إلى القرآن الكريم فإن لم تجدوه حكمه في القرآن فردوه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عطية في تفسيره قال هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فإن تنازعتم في شيء اختلفتم في شيء وحصل بينكم التنازع فيه فردوه إلى الله والرسول أي ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بسؤاله عن حكمه والنظر في سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما قال الإمام ابن العربي المالكي قال قال علماؤنا يعني علماؤ أهل السنة ردوه إلى كتاب الله فإن لم تجدوا فإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم الحكام وهم العلماء الذين يعرفون أحكام الله عز وجل وشريعته فالرجوع إليهم عند التنازع ليس الرجوع إلى الجهال أو إلى الأمة المضلين فهؤلاء لا يجوز الرجوع إليهم لأنهم يضلون الأمة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولذلك على المسلم أن يختار له العالم الصالح من العلماء الراسخين المتبعين للكتاب والسنة ثم يسأله عن حكم من أحكام الدين لا يجوز له أن يذهب إلى أنصاف المتعلمين أو الجهلة أو أهل البدع والضلال فيسألهم عن أحكام الدين أحكام الشريعة إنما تأخذ من العلماء الراسخين من علماء السنة والجماعة من الذين أخذوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا متبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علماء السلف يتدافعون الفتوى ليسوا حريصين على أن يفتوا في كل مسألة بل كانوا يتدافعون الفتوى إذا سأل عالم من العلماء قال اذهب إلى العالم الفلاني والعالم الثناني يرده إلى غيره من العلماء لأن الفتوى عن الله حكم عن الله عز وجل أنت تفتي بالحلال والحرام فكأنك تقول قال الله وقال رسوله وعندما جاء رجل من فاس من المغرب إلى الإمام مالك في المدينة المنورة في طيبة الطيبة عنده بعض المسائل فسأله عن بعضها فأجابه وبعضها لم يجبه يقول لا أدري قال أنا جئت من فاس لأسألك يا إمام عن هذه المسائل ماذا أقول لأهل فاس إذا رجعت إليهم وأنت تقول لا أدري قال أخبر أهل فاس أن مالك بن أنس لا يدري هكذا كان العلماء الذين يخافون الله عز وجل ويتقون ولا يتكلمون إلا بعلم ودليل عندهم من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يجوز أن تفتي في مسألة إلا وعندك علم فيها لأنه لا يهيأ لهذه المسائل إلا من كان عالما بكتاب الله عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بالخاص والعام والمطلق والمقيد والنازخ والمنسوخ لا يتجرأ على الفتياء لذلك الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم الراسخون في العلم الذين جلسوا على أيدي العلماء وتعبوا ليلا ونهارا في تحصيل العلم هؤلاء هم الذين يرجعوا إليهم وكان بعض السلفي لا يتصدر للتدريس والإفتاء حتى يشهد له أكثر من مئة عالم من علماء الأمة لأن هذه من المسائل الخطيرة لأن الفتوى من أعظم مسائل الإسلام وهي أعلى مرتبة من التدريس والتعليم فلا يجوز للمسلمين أن يذهبوا إلى جهال الناس أو المبتدعة يسألونهم عن أحكام الدين لا يرجعون إلا إلى العلماء الراسخين المتمكنين في علوم الكتاب والسنة والله عز وجل يقول في أدلة الإجماع وعدم مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كرر الفعل في أطيعوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال في الآية التي قبلها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لماذا؟ لأن طاعة الله طاعة استقلالية وطاعة الرسول طاعة استقلالية وأما طاعة أولي الأمر فهم تابعون لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فطاعتهم تبع لأخذهم من الكتاب ومن السنة والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عن الذين يقولون لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن فقط وأما السنة فمشكوكم فيها وسنذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لكن نذكر أدلة الكتاب والسنة والإجماع مما جاء في القرآن والسنة قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كما في سورة النور قال العلماء لعله إذا رد شيئا مما قال الله وقال رسوله فيقع قلبه في الزيغ والعياذ بالله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه لأنه إذا قيل للمسلمين قال الله وقال رسوله فإنه يجب عليه الامتثال ولا يرد ما جاء في الكتاب والسنة لأن الذين يخالفون ما قال الله وقال رسوله يخشى عليهم أن يقعوا في الزيغ وأن يقعوا في الفتنة قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك يعني لعله إذا رد ما جاء شيئا من القرآن أو السنة مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده لهوا أو عصبية أو لأمر لقول أحد من الناس فيرد قول الله وقول رسوله فيقع قلبه في الزيغ والعياذ بالله وقد يقع في الشرك والإمام ابن عباس الصحابي الجليل حبر الأمة والترجمان القرآن لما تكلم في حاديث المتعة وفي مسألة المتعة وأذكر لهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة قال فيها أبو بكر وقال عمر فيقول لهم محذراً إياهم يقول لهم أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يوشك أن ينزل عليكم العذاب إذا رديتم قول الله وقول رسوله لقول أحد كائناً من الناس حتى لو كان قول أبي بكر أو قول عمر وحاشاهما رضي الله عنهما أن يخالفان قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أنكر أن تكون السنة أصلاً من الدين فالعياذ بالله هذا عرض نفسه للضلال والخروج من الدين لأن الله عز وجل أمر بالأخذ بالسنة وما آتاكم الرسول فاخذوا هذه السنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة عسنة هذه السنة فالكتاب والسنة والإجماع هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب الرجوع إليها والأخذ بها الحديث الذي رواه المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون رجل على أريكته يقول ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به وما لم نجده في كتاب الله فإنا نرده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل الله لأن الله عز وجل أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له بماذا تحكم قال أحكم بكتاب الله يعني بماذا تقضي إذا جاءتك مسألة قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجدها في كتاب الله قال ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عن الكتاب ولا عن السنة قال فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آلوا قال الله الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال إنك ستأتي أهل كتاب لأنه كان اليهود في اليمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك ستأتي أو أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه أصل الأصول الذي هو الدعوة إلى التوحيد فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تأخذ من أموالهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا هو الإسلام التوحيد الصلاة الصيام الزكاة الحج هذه أركان الدين الأساسية التي كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إذا أرسلهم إلى الأقاليم وإلى البلدان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يأمرون به وما ينهون عنه فإذن هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول التي اتفق عليها العلماء أما القياس فقد خالف عنه بعض العلماء وهي قياس فرع على أصل في علة يعني بعض العلماء مثلا يرى أن الرباء مثلا في خمسة أمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التي في عهده ثم جاءت أمور أخرى قيست على ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا البر بالبر مثلا بمثل لا يجوز أن تزيد على ذلك المد بالمد الكيلو بالكيلو لا يجوز أن تزيد من زاد أو استزاد فقد أربع أو استربع الذهب بالذهب مثلا بمثل الفضة بالفضة مثلا بمثل لا يجوز أن تزيد من زاد أو استزاد فقد أربع يعني وقع في الرباء مثلا الرز في عهدنا هذا لم يكن في العهد النبوي فقاسه العلماء على البر لأنه يدخر ولأنه مكين فوجدت العلتان فيه فإذا يدخله الرباء فلا يجوز الزيادة فيه ولما جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني شاء اشتراه بتمر آخر قال ما هذا قال أخذت مدا بمدين قال صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الرباء عين الرباء يعني لا بد التمر مثلا بمثل الكيلو بالكيلو المد بالمد الصاع بالصاع قال له بيع التمر الذي عندك ثم اشتر به تمرا برنيا يعني اشتر به شيئا ثانيا لا يجوز أن تبيع مثل هذه الأصناف مثلا بمثل لا يجوز أن تبيعها إلا أن تكون مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر هذه الأمور التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخله سواء كانت في النقدين أو في غيرها فهذه من المسائل المقيسة يقاس عليها ما يوجد في عصرنا هذا فبعض العلماء لا يرى القياس كابن حزم وغيره من الظاهرية ولكن كثير من العلماء يرون القياس أصلا يؤخذ به في الدين أيضا كذلك الاستصحاب قول الصحابي الاستصحاب هي بقاء الشيء على ما هو عليه لا يغير ولا يبدل مثلا إذا صليت أربعا وشككت أنك صليت ثلاثا أو أربعا فإنك تجعلها ثلاثا وتصلي أربعا فهذا هو الاستصحاب بقاء الشيء على ما هو عليه فمثلا الصائم لا يكف عن الصيام حتى يتأكد من طلوع الفجر حتى يتأكد من طلوع الفجر فما دام ليلا فإنه يأكل ويشرب حتى لأن الأصل بقاء الليل حتى يطلع الفجر فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء وقول الصحابي بعض العلماء يجعلوا حجة إذا لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم كانوا على الهدى وكانوا على النور وكانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء لا يأخذ بأقوال الصحابة وإنما يأخذ ما جاء في الكتاب والسنة ويقولهم رجال ونحن رجال وعلى كل حال الخلاف واقع فيها لكن الأصول التي اتفق عليها العلماء ولم يخالب فيها أحد هي الكتاب والسنة والإجماع فمن أنكر أن تكون السنة أصلا فهذا والعياذ بالله قد وقع في الظلال فجمهور الأمة على أن الكتاب والسنة والإجماع أدلة يأخذ بها في الأحكام والعبادات والمعاملات وغيرها فالمؤلف رحمه الله الإمام ابن تيمية يريد بهذه الجملة قوله أن الإجماع أصل من الأصول كأنه يريد من ذلك إثبات أن إجماع أهل السنة حجة على من خالفهم إجماع أهل السنة على مسألة من المسائل وحجة قال رحمه الله وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوالهم أو أعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين بعد ذلك انتشرت الأمة لأنه في عهد عمر رضي الله عنه منع الصحابة من السفر عن المدينة وأبقاهم في المدينة فلما توفي عمر رضي الله عنه انتشر الصحابة في البلدان فكان كل صحابي يأخذ الناس عنه فلذلك تعذر الإجماع بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح بعد القرون الثلاثة فإنه لا يصح دعواه بالإجماع هذا هو رأي شيخ الإسلام وهو رأي كثير من علماء المسلمين من منهج أهل السنة أيضاً أنهم مع هذه الأصول الثلاثة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعض العلماء جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً من أصول الإسلام وركناً من أركان الدين فكما أن أركان الإسلام خمسة بعضهم جعلها ستة أضاف إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ففي بعض الآيات يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الصلاة والزكاة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأنه لا يكون الإيمان بالله إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الآية الأخرى الذين إن مكناهم في الأرض يعني مكناهم في الحكم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور والمعروف هو كل أمر أمر الله عز وجل به كل ما أمر به الشرع فهو معروف وكل ما نهى عنه الشرع فهو من المنكر الله عز وجل كما في الآية قال وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ على الكفاية إذا قام به بعض المسلمين وبعض العلماء والدعاء سقط عن الباقين وبعض العلماء يجعله فرض عين من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان وفي الرواية الأخرى وذلك أضعف الإيمان يعني إذا رأيت المنكر ولم يتغير قلبك ولم يتمعر وجهك فراجع إيمانك إذا رأيت إنساناً يشرب خمراً مثلاً أو يزني هذا منكر أو يرابي هذا منكر أو يكذب فأنت تغضب لله عز وجل لأن هذه من المعاصي التي يجب على المسلمين أن ينهوا من يرتكبها بل جعل الله عز وجل بعضها حدوداً فالزاني المحصن يرجم والزاني غير المحصن يجلد وشارب الخمر يجلد فكل هذه الأمور مما نزلت فيها الحدود والسارك تقطع يده والقاتل يقتل كل هذه الحدود التي أنزلها الله عز وجل لإصلاح الأمة ولكم في القصات حياة يا أولي الألباب انظروا كيف انتشر القتل في بعض بلدان المسلمين لأن ليس هناك تعظيم لأمر الله عز وجل ولزوال الدنيا على الله عز وجل أخف من قتل امرئ مسلم الصحابة رضي الله عنهم يقول كما قال ابن عمر للكعبة ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمسلم أعظم حرمة منك حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة فكيف يتجرؤون على الدماء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه كيف يتجرى بعض المسلمين على قتل بعضهم بعضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه في آخر حياته يقول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وهو غاضب وهو يقول لا إله إلا الله كأني أرى الفتنة في بين بيوت المسلمين كمواقع القطر يعني كمواقع المطر وقال صلى الله عليه وسلم يكثر الهرج في آخر الزمان حتى لا يدر القاتل فيما قتل ولا يدر المقتول فيما قتل ينتشر القتل وسفك الدماء والاستخفاف بأرواح الناس وهذه من كبائر الذنوب ومن الأمور التي حذر الله عز وجل منها من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما والعياذ بالله زوال الدنيا على الله عز وجل أسهل من قتل مرئ مسلم فنجد في بعض الملدان الجرأة على الدماء وهذه من الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل لو تسأل هذا الذي يحمل بندقية أو يحمل سلاحة تقاتل لماذا؟ تقاتل من؟ ولأي شيء تقاتل لحمية؟ لعصبية؟ لحزبية؟ هذه لا يجوز سيأتينا أن الجهاد لا يجوز إلا تحت رأي الإمام وتحت رأية الإمام نرى الجهاد مع أئمة المسلمين والحج والجهاد والصلاة والجمعة والأعياد مع أئمة المسلمين سواء كانوا أبراراً أو غير أبرار لأن الجهاد إنما يقوم بإذن إمام المسلمين ليس لأحد أن يذهب ويجاهد ويقاتل من نفسه لا بد أن تكون تحت راية إسلامية وتحت جهاد إسلامي أمر به إمام المسلمين فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صفة هذه الأمة وهي خيريتها في ذلك فإذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنتشر المعاصي وتنتشر البدع وتنتشر المنكرات وينشع يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير حتى لا يفرق الناس بين السنة والبدعة ولا بين المعروف وبين المنكر لا بد من ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونصح أهل المعاصي ولذلك سيأتينا في كلام شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعمتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة يكررها ثلاث مرات قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم النصح لله عز وجل بالاستقامة على دينه والنصح لكتابه للعمل بالقرآن والنصح لرسوله بالعمل للسنة والنصح لأمة المسلمين لطاعتهم في المعروف ومناصحتهم والعمل بشرع الله عز وجل في الحكم وما يتعلق بذلك والنصح لأمة المسلمين إذا رأيت مسلما على منكر فالواجب عليك أن تناصح وسيأتينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا أن يكون عالما بما يأمر به لا يكون جاهلا فيأمر بشيء غير معمور به عالما بما يأمر به عنده دليل من الكتاب والسنة عالم بما ينهى عنه عنده أيضا دليل من الكتاب والسنة رفيقا بمن يأمر به إن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذا كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى نجادلهم بالتي هي أحسن فما بالك بأخيك المسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فلابد من العلم أن تكون عالما بما تأمر به عالما بما تنهى عنه رفيقا بمن تأمر به رفيقا بمن تنهى عنه بما تنهى عنه رفيقا بهذا الرجل صاحب المعصية مثل المريض تعالجه بالكلمة الطيبة بالرفق والليني بالكلام الطيبي فلعله يهتدي على يديك فتكسب أجره وتكسب هذا العمل الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واعدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هي أفخر أموال العرب في أول الإسلام قبل أن تأتي السيارات السيارات والطائرات كانوا يحملون عليها أنفسهم في البر والبحر ويأكلون من لحومها ويصنعون من أوبارها ومن أشعارها ويستفيدون منها فكانت حمر النعم هي أنفس أموال العرب فوالله فوالذي نفسي بيدك هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها فالآمر بالمعروف يكون عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه رفيقا بمن يأمر به رفيقا بمن ينهى عنه صابرا لما يناله من الأذى يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يؤذيه الناس قد يسبه السفهاء وقد سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هو ساحر وهو كاهن وقالوا أساطير الأولين واتهموه بالكذب وأغروا به سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى أدمي عقبيه صلى الله عليه وسلم ومع هذا صبر وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يتحلى بالصبر وهذه من صفات المؤمنين كما قال عز وجل تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالتواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو نصيحة المسلمين هو بث الخير بينهم هو تعليم جاهلهم وإرشاد ظالهم هذا هو الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر والتناصح فيما بين المسلمين جارك صديقك إذا رأيته معه تقصيراً أو مخالفةً تناصحه بالتي أحسن إذا رأيته لا يشهد الجماعة في المسجد فإنك تناصحه إذا رأيت على أبنائه مثلاً خطأاً أو منكرات فأنت تناصحه فهذا هو الوصية بين التناصح بين المسلمين بهذا يصلح المجتمع وتصلح الأمة ويرفع الله تعالى عنها البلاء بالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر لأنه لا بد للمسلم إذا رأى منكراً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بين إحدى ثلاث إن كان من أصحاب السلطة والقدرة فيغير بيده إن كان لا يستطيع أن يغير بيده فينكر بلسانه يا أخي هذا منكر لا يجوز هذا حرام هذا لا يجوز هذا غيبة هذا نميمة هذا كذب هذا منكر لا يرضي الله ولا رسوله هذا ينصح بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أن يرى أن هذا منكراً وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان إذا لم يرى المنكر أنه منكراً فهذا يفتش عن إيمان دليل على أنه قد اختلفت واختلت عنده الموازين وأصبح يرى المعروف منكراً والمنكرة معروفاً والعياذ بالله وهذا هو الران النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالرين هو الطبع يطبع على قلبه حتى لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً فقلوب العباد قلبين قلب صافي لا تضره فتنة ولا تضره ضلالة هذا الذي قد سُقِل قلبه وأما والعياذ وهو الذي إذا أذنب استغفر إذا وقع في ذنب فإنه يستغفر ويعود إلى الله ويعمل حسنات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين تعمل الحسنة بعد السيئة تمحها فهذا من فضل الله علينا الاستغفار التوبة عمل الحسنات الحسنات يذهبن السيئات إذا كان للعبد حسنات كبيرة فإن الله عز وجل يغفر له ما وقع منه من سيئات يوم القيامة إذا غلبت حسناته سيئاته دخل الجنة فهذا من فضل الله عز وجل علينا ما دمنا في زمن المهلة إذا وقعنا في معصية ومن ذا الذي لا يخطي كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون لو لم تذنبوا وتستغفروا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم فطبيعة الإنسان الخطأ وطبيعة الإنسان أن يقع في الذنب لكن الواجب على من وقع في الذنب أن يرجع إلى الله وأن يتوب وأن يستغفر لأن ذلك هو الذي يمحو التوبة وقد ذكرنا أن من شروط التوبة أن يقلع العبد عن الذنب وأن يعزم على أن لا يعود إليه أبدا وأن يندم على هذا الذنب هذه شروط التوبة إذا كانت متعلقة بحقوق الله عز وجل وإذا كانت بحقوق العباد فلها شرط رابع وهو أن يرد المظالم وأن يتحلل ممن ظلمه وأن يستسمح منه أن يستسمح منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام على المسلم أن يتسامح من إخوانه قبل يوم القيامة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة ما في دنانير ودراهم في حسنات وسيئات وقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة المفلس من لا درهم عنده ولا دينار قال عليه الصلاة والسلام لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وصدقات وصلاة وصيام وغير ذلك من أعمال البر ثم يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا فيؤتى بهؤلاء الخصوم يوم القيامة يوم القيامة كل إنسان يتمنى الحسن الواحدة فقط يتمنى حسنة واحدة ترجح بها موازينه فيأتي هؤلاء الخصوم أمامه هذا ضربه وهذا أخذ ماله وهذا اغتابه وهذا تكلم في عرضه وهذا اعتدى عليه وهذا تكلم في أهله أو كذب عليه أو غير ذلك من الأمور المعاصي فيأخذ هذا من حسناته ثم يأخذ الثاني من حسناته ويأخذ الثالث من حسناته والرابع من حسناته والخامس من حسناته فنيت حسناته فيأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح والعياذ بالله في النار هذا هو المفلس أفلسه انتهت حسناته بل جاءته سيئات لم يعملها فهذا والعياذ بالله هو المفلس التي يأتي يوم القيامة بحسنات وصلاة وصيام وصدقات ويأتي وقد أطلق لسانه في أعراض المسلمين لا يستري حتى يتكلم قال فلان وقال فلان وتكلم فلان فلان طويل فلان قصير فلان فقير فلان حقير فلان ليس من حقك أن تغتاب إخوانك المسلمين ولا يجوز حرم الله عز وجل ذلك في القرآن الله عز وجل قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ويقول عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هذه من كبائر الذنوب الغيبة والكلام في الناس هذه مما حرمها الله عز وجل في كتابه وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته دخل صلى الله عليه وسلم على امرأتين وهما تتكلمان صائمتان فقال لهما صلى الله عليه وسلم لقد أفطرتها يعني أخذا ينهشان في علحوم الناس تقابلت صديقتان امرأتان تتكلمان في أعراض المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم قيئا فقاءا دما ولحما عبيطا أخرجاه لأنهما أخذا يتكلمان في أعراض المسلمين قال صمتما عن ما أحل الله لكما وأفطرتما على ما حرم الله عليكما صمتما عن الطعام والشراب وأفطرتما على لحوم الناس هذا من الخطأ إذا صام العبد صامت جوارحه ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولا يكون صيام العبد وفطره سواء هكذا المسلم يبتعد عن هذه الأمور التي تكون سببا لأن يكون مفلسا يوم القيامة فلا يجوز له أن يتكلم في أعراض الناس ولا أن يغتابهم ولا أن يكذب عليهم ولا أن ينقل النميمة وهي القالة بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفسد النمام في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة كاملة نسأل الله العافية لأن النمامة هي القالة وهي الإفساد بين الناس يذهب إلى فلان يقول فلان تكلم فيك فهذا مما يفسد بين المسلمين ويوغر قلوبهم فهذا مما يجب على المسلمين أن يجتنبوه وأن يأتمروا بالمعروف وينتهوا عن المنكر نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم علمنا يا معلم آدم وإبراهيم وفهمنا يا مفاهم سليمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اشتركوا في القناة شكرا